مكشف مصدر مقرب من السفارة الأمريكية في بغداد أن ما أعلنته السلطات العراقية من عمليات ضبط أموال لا يشكل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 5% عما يتم تهريبه يوميا إلى إيران وقال المصدر إن موضوع التهريب في العراق لا يتم بطرق رسمية بل غالبيته يهرب عبر المنافذ الحدودية الرسمية وأيضا غير الشرعية في محافظتي ديالا والسليمانية عبر الحدود مع إيران وكان محور النقاش بين مساعد وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق وأضف أن المسؤول الأمريكي أبلغ العلاق بأن هناك منافذ غير شرعية لا تخضع لسيطرة الدولة تسمح بتهريب الدولار كاش إلى إيران وقدم أدلة تؤكد وجود تهريب ممنهج عبر أشخاص تابعين لجهات مرتبطة بأحزاب وجهات عراقية أخرى لها علاقات قوية مع إيران يعبرون بشاحنات للجانب الإيراني ويعودون بعد أن يفرغوا حمولتهم من الدولار